اشتركوا في القناة في كذا من اضبط الناس فاذا دخل بالصلاة لا يكاد يدرك ما صلى وهذا لغلبة الدنيا على القلوب والعياذ بالله ولي استسلامنا للشيطان يا اخوة نحن في الصلاة في حرب مع الشيطان لان الشيطان يعلم ان اعظم اعمالنا هو الصلاة فاذا لم يستطع ان يصريفنا عن الصلاة اتداءا حارص على ان يأخذ من صلاتنا ما استطاع وذلك ينبغي ان نستذكر هذا دائما فاذا قلنا الله اكبر باول الصلاة فلنستشعر هذا الله اكبر كيف نقول الله اكبر ونفكر في الدنيا نفكر في السيارة والزوجة والاهل والناس والحروب ونضيع الشيطان لان الشيطان اذا دخلنا بالصلاة جاءنا وقالوا اذكر كذا واذكر كذا وقد يذكرنا ما نحب ربما وعن طالب علم تفقد كتابا من كتبك وتبحث عن هذا الكتاب ما تجده اذا دخلت في الصلاة ورأى الشيطان انك ستقبل على هذه الصلاة عندك اخبال عندك خشول قال تذكر انك وضعت الكتاب في مكان كذا حتى يشغلك عن الصلاة ماذا تنتهي حتى تنظر بذاك المكان ولا ربما وجدته وذلك ايه هو ينبغي ان نتواصى بهذا نحن في صلاةنا في حرب مع الشيطان فينبغي ان نستذكر هذا دائما فاذا جاءنا الشيطان قال اذكر كذا ذكرنا انفسنا باننا بين يدي الله فلا يلق بنا ان ننصرف بقلوبنا عن ربنا ونطرد الشيطان